راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا اهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنغا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 27 من شهر اتناشر سنة 2023 باجتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع بامدرمان واشتباكات اخرى بالمنطقة الشمالية الغربية للببيض وجبل عيسى تواصل موجات نزوح المواطنين الفارين من الجزيرة وسينار ووالي كسل السابق يناشد اهالي الشرق برد الاستنفار حمدوك يطلب لقاء البرهان وحميتي لمناقشة حماية المدنيين وإصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب منظمة المجلس النيروي تنشي طريقا على الحدود التشادية لتسهيل وصول المساعدات للمتضررين من الحرب في دارفور والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنغا يقرأ لكم الصادق مصطفى زكريا قال خالد عمر النائب رئيس المؤتمر السوداني أن الاجتماع العاجل الذي طلبه رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك مع البرهان وحميتي كل على حدا يهدف لمناقشة ثلاثة قضايا أساسية وأوضح في مقابلة مع راديو دبنغا يوم الثلاثة أن القضية الأولى تتعلق بحماية المدنيين بعد اتساع رقعة الحرب والثانية تتعلق بالمساعدات الإنسانية وإيصالها للمتضررين بينما تتعلق القضية الثالثة بإيقاف الحرب نفسها وكيفية الاتفاق على خطوات تؤدي لعملية سياسية تنهي الحرب وتجلب السلام المستدام في السودان وأضف خالد عمر لراديو دبنغا في هذا الخصوص قضية الأولى هي قضية حماية المدنيين الأمر الثاني هو موضوع المساعدات الإنسانية والقضية الثالثة هي قضية إيقاف الحرب نفسها وكيفية اتفاق على خطوات تؤدي لعملية سياسية تنهي الحرب وتحل السلام المستدام في السودان وكان رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية التقدم ورئيس الوزراء السابق دكتور أبدالله حمدوك أرسل يوم الثلاثة خطابين لكل من البرهان وحمدتي يطلب منهما عقد اجتماع عاجل معه كل على حداه لبحث السبل الكفيلة بوقف الحرب عبر الحل السياسي التفاوض الذي طرحت فيه تقدم خارط الطريق لإنحاء هذه الحرب وقال التقدم التي يرأسها حمدوك أن هذه الخطابات تأتي في إطار الجهود التي تفزلها من أجل وقف القتال وحماية المدنيين وإنها المعاناة الإنسانية التي يكاويدها الشعب السوداني منذ بضع حرب 15 شهر أربع الماضي وصلت تغديرات حجم الخسائر التي تعرضت لها الإقتصاد السوداني بسبب الحرب حوالي 15 مليار دولار وقالت شازاب الله مدير مؤتب سودان بمركز المشروعات الدولية الخاصة في مقابلة مع راديو دبنقا يوم الثلاثة أن هذا الرقم يعادل 48% من الناتج الإجمالي المحلي للسودان وأوضحت أن 70% من القطاع الصناعي فقدمت خلات الإنتاج والقوى العاملة بينما وصلت الخسارة في القطاع الزراعي إلى 20% حسب تغديرات المحط لبحوث الأغذية وأضافت أن خسائر الحرب في القطاع الخدمي ستصل إلى 50% بنهاية هذا العام وأشارت إلى أن الحرب تسببت في فقدان 15 مليون شخص لوظائفهم أغلبهم في ولاية الخرطوم ودارفور وأكدت الشزاء أن الأرقام الحقيقية لخسائر الإقتصاد السوداني بسبب الحرب تفوق ذلك بكثير وأضافة الشزاء لراديو دابنقا في هذا الخصوص وحول ما هو مطلوب لإنعاش الإقتصاد السوداني بعد الحرب طالبت شيزابلا مدير مكتب السودان بمركز المشروعات الدولية الخاصة بأن يبدأ العمل لإنعاش الإقتصاد منذ اليوم وأشارت في هذا الخصوص إلى أن الإصلاح الإقتصادي لا يمكن أن يحدث بعيدا عن الإصلاح السياسي وتابعت كائلة بعد انتحاء الحرب يصبح الحديث عن الإصلاح الإقتصادي دون الحديث عن الإصلاح السياسي حديث بلا معنى وأكدت أن هناك فرصة بعد الحرب ليحصل بناء كامل للأساس الإقتصادي للبلد ولنشاطها الإقتصادي بفق الرؤية الوطنية الشاملة لسودان مع بعد الحرب وأضافت الشيزة لراديو دابنقا في هذا الخصوص بالتأكيد الكلام عن إنعاش الإقتصاد لازم يبدأ الليلة لا يمكن إصلاح الإقتصاد بمعزن عن الإصلاح السياسي دارت معارك دارية يوم الثلاثة بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط منطقة المهندسين بأم درمان وأضاف شهود مع مصادر مطلعة من أم درمان راديو دابنقا أن الدعم السريع بادر بالهجوم عن طريق قصف مدفعي بدأ في الثالث من صباح الثلاثة وفي الأسناء تدور معارك أخرى تجددت بأم درمان فيما قصفت مدفعية الدعم السريع محيط القيادة العامة وسلاح الإشارة وفي شمال كردوفان تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع يوم الثلاثة بالمنطقة الشمالية الغربية للأبيض ومنطقة جبل عيسى قدرت لجام مقاومة مدينة الحصى حصى بولاية الجزيرة عدد العربات والمواتر المنهوبة بواسطة أول لها عن الخسائر يوم الاثنين أن قوات الدعم السريع نهبت جميع التركترات الزراعية من معرض التركترات بالقرب من مصنع سور بالصداقة وأكدت أن تلك القوات قامت بعدها بطرحيل أكثر من 80 عرب منهوبة تم شحنها على ظهر التركترات المنهوبة إلى الخرطوم وشملت المنهوبات عدد أكثر من 250 محل تجاري بسوق الحصاحصة تم نحبها بواسطة اللصوص والعصابات وذكرت لها مقاومة الحصاحصة في تقريرها بأن قوات الدعم السريع نهبت أيضا المصانع الخاصة بالدقيق والأرس والزيوت وأكدت أن هذا التقرير أولي تم حصره ميداني من قبل شهود عيان ويشمل فقط أحياء الحصاحصة الشرقية والغربية ولا يشمل القرى المستباحة الجاري حصر انتهاكاتها أعلن جاد الرب خالد المدير العام لشركة السكر السودانية أن تعرض مصنعي سكر الجينيت وسنار ومركز بحوز قصب السكر لعمليات نهب واستباحة كاملة خلال الهجوم الذي نفزه الدعم السريع على المنطقة وأعلن في بيان النهب كل العربات الصغيرة والكبيرة التي تعمل بالمصنع وعددها يفوق 300 عربة وعالن كذلك النهب وسرقت كل الآليات السقيلة والجرارات والقلابات والشاحنات وعددها يفوق ال450 وأكد البيان نهب مستودعات الوقود ومخازن الزيوت والشحوم والإطارات والبطاريات مع نهب وسرقت كل المخزوم من الأسمدة والمبيدات وقال المدير العام لشركة السكر السودانية في بيان أن مزارع قصب السكر بالمشاريع الزراعية للمصنعين تعرضت إلى هجمة من المتفلتين حيث قاموا باستباهة المزارع بالرأي الجائر والحرائق تتواصل موجات نزوح المواطنين من ولايتي الجزيرة وسنار الصوب في ولايات كسلة القضارف البحر الأحمر وسط ظروف إنسانية سيئة تواجه النازحين الفارين وقال النازح بإحدى مراكس إيواء النازحين بكسلة لرادي ودبنغ أنه فر من الخرطوم إلى الجزيرة التي مكس بها حوالي سبعة أشهر قبل أن يفير مرة أخرى لسنار بعد سيطرة الدعم السريع على وتمدني وفي ولاية القضارف لا تزال تتواصل مغادرة المواطنين للمدينة إلى مناطق أخرى داخل وخارج الولاية وسط مخاوف من وصول الدعم السريع للقضارف ونقل عدد كبير من التجار بضائعهم إلى المنازل وإلى القرى المجاورة خوفا من حدوث انفلات أمني إذا دخلت قوات الدعم السريع إلى المدينة كما حدث في مدن ومناطق أخرى أطلاق ولكسل السابق والمتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق سودان صالح عمار صالح مناشد لأهالي الشرك ومن سماهم بالقادة الحكماء والشرفاء في القوات المسلحة بالتصدي لدعوات الاستنفار وحمل السلاح التي ظهرت نتائجها في الجنينة وموات مدن وأماكن أخرى وقال صالح عمار في مقابلة مع راديو دابنغ أن القوات التي يفشل الجيش بتسليحه وطيرانه في هزيمتها لن ينجح الشباب الذي يتم تدريبه في إيقاف تمددها والنتيجة المؤكدة هي حلاك الأرواح وتخريب الديار واعتبر صالح عمار أن المدخل الصحيح للوصول إلى السلام هو تعريف الحرب بأنها بين أبناء الوطن الواحد وأن ضحاياها من كل الأطراف السودانيون وأن الطريق للحل هو الجلوس للطفاوت وأضاف صالح عمار المتحدث باسم التحالف القوى المدنية لشرق السودان في هذا الخصوص وفيما يتحلق بشرق السودان أن نحن طارحين استراتيجية الشرق الآمن والهدف منها عدم وصول الحرب إلى شرق السودان وأن يظل الشرق آمن ومواطن الشرق يستحق أن يعيش بأمان لأنه يعاني أساسا من قبل الحرب ويعيش في ظروف سيئة جدا للغاية وعانى من عقود طويلة جدا من التعميش وفي ذات الموضوع ناشت مؤتمر البيجة مواطني شرق السودان برفض ومقاطعة حملات التحشيد والاستنفار ووجه اتخامات لمن وصفهم برموز النظام البائد بالدعوة لها بهدف إشعال نيران الحرب الأمر الذي يشكل تهديدا لأمن إقليم شرق السودان ووصف مؤتمر البيجة في بيان الدعوات المنادية بحمل السلاح بأنها تعطي المبررات لتمدد الحرب شرقا ودعى المجتمع الدولي والإقليمي لممارسة مزيد من الضخوب على طرفين نزاع من أجل الوقوف الفوري للحرب ومعالجة الأوضاء الإنسانية الحرية كما دعى لعقد مصالحات مجتمعية حقيقية تشمل كل مكونات شرقة سودان وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في الإقليم أعلنت منظمة المجلس النرويجي أنها ستفضع يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر العمل في إنشاء طريق الجنينة أدري على حدود ولاية غرب دارفور مع دولة تشات وقال مدير المنظمة أحمد البراوي أن الغرض من إنشاء الطريق تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والحركة التجارية من دولة تشات إلى السودان وذكر البراوي لراديو دابنغ أن هناك مخاوف بخصوص الوضع الغذائي في مدينة الجنينة في ظل صعوبة وصول المساعدات من شرق السودان لذلك تعمل المنظمة على تسهيل وصول المساعدات الغذائية من الناحية الغربية عبر بوابة دولة تشات وأضاف أحمد البراوي مدير منظمة المجلس النرويجي لراديو دابنغ من الجنينة ما علمنا أنه بعدم وصول المساعدات وعدم توصول المساعدات من الجهة الشرقية أو من جهة بورسودان كان لابد من العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية من الطرف الغربي عشان كده نحن نبدأ الشغل إن شاء الله من يوم الخميس على تأهيد الشارع اللي بين الحدود الشادية السودانية والعغاية المدينة الجلينا ومن جانبه قال المفاوض العون الإنساني أبو القاسم أحمد علي لرادي ودبنغ أن منظمة المجلس النرويجي تكفلت كذلك بالصيانة وتشغيل مطبعة وزارة التربية والتعليم وذكر المفاوض أن المنظمة تعاقدت مع الشركة المنفذة للطريق التي ستبدأ العمل يوم الخميس المقبل وبيّن أن العقد نصه على أن إنشاء الطريق سيستقرق مدة 23 يوما وينتظر أن يبدأ المجلس النرويجي كذلك في تأخيل سبع مدارس في المرحلتين الابتدائية والسانوية بمدينة الجنينة وتدريب معلمي تلك المدارس مع توفير المستلزمات المدرسية لطلابها وأضاف مفاوض العون الإنساني أبو القاسم أحمد علي لرادي ودبنغ تعاقد مع الشركة بس عن الطريق ويستلم يستلم الطريق يوم الخامس القادم ويبدأ توفير الآليات بعد ثلاث يوم بعد ذلك يبدأ سيانة الطريق مباشرة ومدة سيانة الطريق هي استغرق 23 يوم كحد أقصى الخبر الأخير في النشرة اتفقت لجنة أبناء وتمدني مع مسؤولين من الدعم السريع على فتح مستشفيات الكلا والقلب والأطفال في أقرب وقت من أجل تقديم خدماتها للمرضى خاصة وأن توقف المصابون بالفشل الكلوي عن الخسيل يشكل تهديدا لحياتهم واتفقت طرفان بحسب عاصم محجوب الناطق الرسمي للجنة أبناء وتمدني للخدمات وحماية المجتمع على تقسيم المدينة إلى أربع وحدات من أجل التنسيق المشترك لاستطباب الأمن وإيقاف السرقات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء الأحياء وقال أن اجتماع اللجنة مع مسؤولي الدعم السريع توصل أيضا لاتفاق على العمل لفتح جميع المخابس والبقالات وتأمينها من أجل توفير الاحتياجات الأساسية خاصة لمواطني الغرى الذين يعانون من شح في المواد الغذائية وأعلن عن اجتماع موسع للمزيد من التنسيق على مستوى محلية مدني الكبرى لتعميم هذه المبادرة على مستوى قرى الجزيرة حول مدينة راديو دبنغا يقدم مسلسل جبل الدغينة اعتبارا من الجمعة 29 من شهر 12 الجاري وكل يوم جبل الدغينة مسلسل إذاعي يومي تتناول قصته خطاب الكراهية ومبدأ التسامح والتعايش والمحبة بين كل السودانيين جبل الدغينة تعليف إخراج الأستاذ ربيع يوسف الحسن وتمسيل نخبة من نجوم الدراما في السودان تابعونا يوميا على مدى 15 حلقة من جبل الدغينة عبر الموجة القصيرة والسطلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنغا مستمعي راديو دبنغا الآيزة بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا اشتركوا في القناة